قصة النهاردة وحشة قوي عن سلاح ممكن يكون موجود في الدنيا هو من أصعب الأسلحة اللي ممكن تحارب بيه إنسان ضدك سلاح الأطفال اللي بيستخدموا المتجاوزين ضد بعضهم بعد الانفصال بدل ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم بيقرروا كل طرف يعني من الاتنين ساعة الاتنين مع بعض إن هم يحاولوا أولادهم دول ببرائتهم لكروت ضغط بيضغطوا بيها على بعض في لعبة إنه مين هيكسب فيهم أنا هضغط عليك فأنت هتقول أي وتعلن استسلامك فأنا خلاص كسبت بس اللي بيحصل أنا محدش بيستسلم كل طرف بيصمم على عنده والأطفال هي بتدفع التمن أكتر من الكبار عايز أقول لكم إن النشرة السنوية ودايما بحب أقول الإحصاءات اللي بتحصل يعني في الدنيا اشتبوا عارفنا بحب أقول أنا في البرنامج عايز أقول لكم إن هي بتقول إحصاءات الجواز والطلاء اللي بتصدر كل سنة عن الجهاز العام للتعبئة العامة والإحصاء أكدت إن معدلات الطلاء وصلت لحوالي 222 ألف حال الطلاء بمعدل 586 حال الطلاء في اليوم الواحد يعني تقريبا حال الطلاء كل دقتين وعشرين ثاني أرقام على قد ما هي تخد على قد ما في وراها أزمة أكبر بكتير من الاتنين يتجوزوا ويتطلقوا الأزمة اللي قصدها الأطفال ده حاية الطلاء في عندنا في مصر سبعة مليون طفل ومراهق من أب وأم مطلقين ووقفين لبعض بكل عداوة في محاكم الأسرة سبعة مليون طفل ومراهق محطوطين في النص ما بين أم بتشد من ناحية والأب بيشد من ناحية والأم طبعا وأهله يشتموا في الأب والأب وأهله يشتموا في الأم يعني نعيش كده بقى هنفضل كده طب وبعدين ده غير بقى خناقات وضرب وعنف ومحاولات خطف ومقساة ملاش أول من آخر وبما إن الحضانة غالبا للأم فالأب هو اللي بيشوف ولاده بحكم القانون القانون الرؤية بيقول إيه وده من أكتر الحاجات اللي بتوجع لكل من الأبوين الحق في رؤية الطفل مدة ثلاث ساعات اسبوعيا ثلاث ساعات في الأسبوع الأب بيشوف ابنه أو بنته في نادي أو مركز شباب واسطح راسة أمنية كأنه في سجن حوالي أبوهات كتير جدا بتيجي في نفس اليوم ده جايبين هدايا طبعا عشان يشوفوا أولادهم اللي مش بيشوفوهم أوقات كتير الأم بتعند بترفضوا أن يجيبوا أولاده أصلهم عيني أصلهم سخني في المعاد اللي بيقرروا بترجع تقول أصلي إيه أصلي مش فاضي أصلي عيال تعبين بيدوخ الأب عشان يعرف يشوف العيال ويعرف يثبت إنها بتتدعي المرض وإنها بتعنده ويوم الأم بتتمادة بيحصل إيه لو كررت فاندها ومتنعت بتتنقل الحضانة لأم الأم يعني في الآخر برضا يروحوا للأم والأب ولا يتظلم أزمة كبيرة كل المجتمع بيدفع تمنها من سلامه النفسي والأسري دكتور محمد هاني حتى بيقولوا كل الخبراء اللي جم معنا في الطب النفسي بيقولوا إيه ما فيش طفل في الدنيا يتمنى إنه يتربى مع أب وأم منفصلين حتى لو الانفصل ده كان ضروري يا حرام بيعودوا إنه هم يفكروا في الوقت اللي كان أبوهم وهمهم مع بعض ممدوح أن تلت تربع الوصف والتشبيهات اللي قلتها ما تزعلش مني أنا ما شفتش ولاد أصول بيقولوا على مراتاتهم معيز ما شفتش ولاد أصول بيقولوا إن القرشة غير الست ما شفتش ولاد أصول أقل حاجة إنه يقولها على مراته إنه يصير بتركها موتسيكلة مع أجانب ما شفتش ولاد أصول ممكن يعملوا كده ما شفتش ولاد أصول ممكن يبقى عندهم غزبا عنهم نقص لو اللي قدامهم نجح بدل ما يضموه ويحتضنوه ويفرحوا بنجاحه بيبدأوا يضايقوه فالطبيعي إن التاني بيحاول يرد من كامل الاتهامات فينتئم فكر كويس ويمكن تكون في طريقة تانية إنك تحاول تتغير وهي أكيد لازم تتغير أنا لا معاك ولا معاها أنا صعبانة علي الأطفال مش عايزة حاجة تانية غير إن أطفال دي ما تترباش كده مش عايزة إن أنا أنا عمري ما شفت الأطفال لما بتروح تقعد اللوات ثلاث ساعات الرؤية ما شفتهمش قبل كده بس بسمع من صحابي كتير يعني زميل كتير رجالة محططين في نفس الموقف أنتوا اللي بتعذبوا عيالكم بتشوهوهم ليه بتعملوا فيهم كده ليه فين كلام ربنا فين تعليمه وفين الدين فين الخروج بالمعروف فين كلكم راعن وكلكم مسؤولن عن رعياته عليه الصلاة والسلام قال لنا كده فين وللأسف قصتك يا ممدوح بتحصل كتير جدا الأيام دي مختلفين عن بعضة تماما جوزوا كان هم اتنين متجوزين عن كره مش عن حب هو أنتوا مجبرين على الجواز طب ماشي اتضحك عليكم بالبلد زي ما احنا بنقولك اتغفلته طلع مش هو طب بيجيبوا عيال ليه هتعايل واحد بيجي غصبا عنك التاني في التالت وبعدين نكتشف إنه الجوازة كانت غلط من الأول نا صعبان علي قوي لعيال في القصة دي إنهما مش عارفين الولاد مش عارفين يشوفوا أختهم ولا الأب عارف يشوف بنته طب وبعدين واخدين موقف من الأم إزاي إزاي طفل يكره أم أو بنت تكره أبوها ليه هتطلع أفكارهم عاملة إزاي نفسيتهم عاملة إزاي هم دول اللي احنا بنقابلهم هم دول اللي بيقو وطوكسك هم دول اللي بيضمروا لحواليهم ما تبقوش سبب في ضمرهم وعايز أوجه كلامي لزوجتك أو طلقتك بس أنا بوجه كلامي ليك أنت شخصيا وإنت عارف إنه ما عجبنيش كمّل حاجات اللي أنت قلتها أولادكم ما لهمش زنب ما تكرهيش بنتك في أبوها وخليها تشوفوا وإنت كمان ما تخليش عيالك يزعلوا من أمهم أقعد معاهم فهمهم إنها ممكن تكون بتعمل كده من غلبها إيه اللي تعزبهم ومية و لا والقصة النهاردة جاية في وقت إيه مهم جدا وقت لازم نفوق فيه لازم الطرفين يفكروا كويس جدا قبل ما يتجوزوا ما تشوفوا أنتم مناسبين ولا لا الخطوة دي صح ولا لا وبعد الجواز خلاص طلقتهم مش كويسين إنهم فاصل بالمعروف فيش حاجز ما أصل المجتمع هيقول أحسن منهم فاصل بعيال بتجيبوا عيال ليه بلاش تجيبوا عيالتي بهدلوهم هاتوا طفل واحد طيب وتبقوا قادرين عليه لكن ثلاثة عايزة أقول مصطلح قالوا مامدوح في رسالته لما تكلم عن الحرب وعن الجواز ووصف أولاده إنهم أسر حرب بتخيلوا أسر حرب يعني لهم اللي بسعاد بيتاخدوا في الحرب بدروا لهوا بممكن نخليهم عبيد بعد جدا إيه ده كل الزوج زي مامدوح وكل ست زي طالية مامدوح فكروا تاني وتالت وعشر ولازم ما الكلام يجي بفايدة هنقعوا نتكلم في التلفزيون ويقعدوا لك بنتكلم كلام إعلام وبنقع النهو شفت الموزعوية بتقول آه دي بتقول كلام في التلفزيون ربوا بعدين إحنا بنحاول على قد ما نقدر حاولوا معنا لو ليكم جرين ياريت يتدخلوا لو ليكم كبير ياريت يتدخلوا رجعوا نفسكم يفتكروا كويس إن دي معاملة ونصوم والصلاة وكل عنواع العبادات لن تقبل لو أنت كسر خطر حد حق العباد كسر قلب حد حرموا من دنا أنا قلت لكم وعملت اللي علي ويشهد ربنا إنه كله كان في مصلحاتنا كلنا